وقفة لها تفاصيل أفع عن مفاوضات وزارة التربية والطرف النقبي ومآلاتها ومخرجاتها نقفها مع ضيف الأخبار ليلة وزير التربية السيد محمد علي البغديري أهلا بك ضيفنا الكريم صدر عنكم منذ قليل بلاخ تدعون فيه الأسادذة الذين لم ينزلوا أعدادهم إلى تنزيل الأعداد هذه الدعوة إلى ما تشير السيد الوزير شكرا على الاستضافة طبعا وزارة التربية أصدرت بلاغ هذا المساء لتوضيح الرؤية ولدى عموم الشعب والعائلات والإطار التربوي ولكل المهتمين به في هذا البلد هذا البلاغ يؤكد أولا على استمرارية الاعتماد على الحوار الاجتماعي مع ممثلي الأسادذة والمعلمين ويؤكد بأن مطالب المعلمين والأسادذة هي مطالب مشروعة يؤكد أيضا بأنه وقعت الاستجابة لكل المطالب العالقة هناك مطالب لها سنوات أكثر من خمسة سنوات لم وهي حقوق في الحقيقة أصبحت مطالب بفعل أنها لم تتحقق ووقعت الاستجابة لها من طرف الحكومة طبعا لأنه وزارة تربية بالتشاور مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية طبعا والاستجابة لكل هذه المطالب اللي عندها سنوات والتي أثقلت طبعا كاهلة طبعا المالية العمومية وميزانية الوزارة والأهم من هذا سيدة أن الأهم نقطة هي العمل على إنهاء التعاقد بتلك الطريقة الهشة مع الأسادذة النواب والمعلمين النواب وهناك قرار لإنهاء العمل بهذه الوضعية الهشة والعمل على تسوية وضعية النواب اللي بالحق معاناة حقيقية نواب أجور ضعيفة مكلفون بنفس المهام اللي يقوم بها زملائهم ولكن أيضا هناك اعتراف بمطالب الأسادة والمعلمين بمشروعية هذه المطالب ونريد أن نواصل ولكن اليوم عنا امتحانات وطنية وعنا استحقاقات وطنية يجب أن نطمئن كل أبناء الشعب بأن هذه المطالب التي نعترف بها لن تكون طبعا حاجزا أمام إجراء الامتحانات وامتحانات الوطنية وعلى رأسي امتحان الباكالوريا سوف تتم بالمراقبة وبالإصلاح وبأبناء هذا الشعب خاصة في القطاع العمومي اللي مع الأسف معناها أبنائنا في القطاع العمومي ما تمتعوش بحقهم في بطاقات الأعداد وكل ما يستلزمهم للقيام بالتقييم اللي هو مهم وطبعا سوف يقومون بهذه الانتحانات ونحن نعاول على وطنية الأساذ والمعلمين وعلى وطنية ممثليهم النقابيين في أن نجح حسين الدراسية نجح بلادنا وضعية المالية العمومية الناس كل تعرفها نحن استجابنا لما يمكن الاستجابة له ولكن سوف نعود إلى المفاوضات من أجل الارتقاء بوضع الأساذ والمعلمين وكل الإطار التربوي ليس فقط المدرسين من أجل أن يلعبوا ودورهم في المستقبل خاصة ونحن على أبواب إعلان المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي يسر الرئيس على الإسراع ببعثه والاهتمام بشأن التربوي لأن الشأن التربوي هم كل أبناء الشعب المتداخلين فيه ومن بين ذلك طبعا الاهتمام بالبنية التحتية والاهتمام بالبرامج والزمن المدرس وغيره وأيضا الاهتمام بالإطار التربوي الأساذة والمعلمين والقيمين والموظفين وكل المتدخلين في الشأن التربوي وهذا نحن ذاهبون إليه فقط مسألة توقيت إذن هو ليس بيان فقط مثل ما ربما يروج أن تهديد ليس فيه تهديد ولكن أيضا هذه الدولة هي قوية ويجب أن تتحمل مسؤوليتها من أجل أن تطمئن العائلات وتطمئن عموم الشعب الذي ينتظر في أبنائه واللي هم مش يعدوا البكالوريا والناس فرحانة بهم يحبوا أبناء الشعب يعدوا الامتحانات الوطنية وينجحوا ونفحوا بهم مع تواصل الاهتمام بمطالب المدرسين وكل الإطار التربوي سيد الوزير ماذا بربشتم في مواعيدكم القادمة للمفاوضات مع الطرف النقابي كل الخير ونحن استجابة لعديد المطالب المكلفة في الحقيقة واللي هي حقوق نزيدنا أكد مرة أخرى لكل زملاء المدرسين بأن هي حقوق لم تتم الاستجابة لها منذ سنوات اليوم ووقع الاستجابة لها ولكن لا يمكن طرح مطالب جديدة بعدما حققنا تلك الاستجابة ولكن نحن منفتحين على التفاوض نحن ذاهبون إلى جولة جديدة في سبتمبر والنهاية قوت وتنتهي في نهاية ديسمبر على أن تعتمد نتائجها في السنة المالية القادمة مناش يعني هاربين على بعضنا هذا من شعبنا هذا من أبناء شعبنا هذا من أسدتنا حاجتنا باهم هذا من معلمينا وهذا الشعب في حاجة إلى أن بالفعل نحترم شعوره تجاه أبنائه لأن التونسي يبيع حواجه من أجل أن يقرر أولاده ومستعد من أجل ذلك فنحترمه كمام وهم أبيضهم مدارسين عندهم أبنائهم رأوا مش معناها ما عندهم ولكن كيف كيف عندهم ما طالب مشروع لكن اليوم رأوا يعني الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها والوزارة تحمل مسؤوليتها العمل المنجز رأوا التدريس وتقييم ومد الإدارة بتلك الأعداد يجب أن تقيم العائلات أداء أبنائها وتعدهم للاستحقاقات القادمة حتى يكونوا جاهزين كما يجب أن تكون الجاهزين إذن سيد الوزير حتى نحوصل هل تؤكدون أنه بهذا البلاغ وبهذا الإجراء ستحلون الإشكال العالقة والإشكالات العالقة مع النقابات حتى نمر إلى المرحلة المطمئنة لعائلة تونسية؟ طبعاً أولاً نريد أن نطمئن العائلات التونسية لا وجود لسانة بيضاء لا وجود لأي مس من الانتحانات الوطنية سوف تجرى وهذا فيه نعول على الوطنية العالية لدى المدرسين والمدرسات وهيكلهم النقابية والتي بصدد مواصلة التحاور ونحن في مواصلة التحاور لم يتوقف الحوار ولكن هذا الحوار يجب أن يضي إلى اتفاق ليس من مصلحة أي أحد أن يتوقف الحوار لأن إذا تجاوزنا الخط لأننا قريباً الامتحانات لم يبقى عليها إلا ثلاثة أسابيع إذا تجاوزنا الخط ودخلنا في المنطقة الحمراء فإن أي إجراء يفلت من إمكانية الإلغاء وليمكن أن يتراجع فيه في هذا الاتجاه أنا أوجه الدعوة بالفعل إلى المدرسات والمدرسين الذين بالفعل يبذلون كل الجهد في ظروف صعبة نعرف وفي وضع أنت عمقدة الشرائية بالفعل لا بد من إعادة مرشعتها والرئيس أكد ولحظوا في تدخله بأن يقدر المدرسين والمدرسات وبالعكس يعترف وهو بأنهم مدين لهم لأن أوصلوا إلى تلك القيمة والمرتبة العالية الأستاذية فبالعكس الرئيس يريد أن الأساذ والمعلمين أن يكونوا في أعلى الأجور لأن نسلمهم فلذات أكبادنا نحب أن نعطي تلامذتنا لأساذة ومعلمين وإطار تربوي لا يمكن أن نسلم أبنائنا مستقبلا لأساذة أو معلمين نواب يجب تسوية وضعية المعلمين والأساذة النواب ونعدهم نحن أعددنا لهم برنامج تكويني دسم حتى يقوموا بدورهم الطربي والبداغوجي على أحسن وجه إذن مثلا ماش إشكال نتجاوز هذه العقبة ونعود إلى بعضنا نحن بالضرورة سنعود إلى الحوار ونحن نؤمن بالحوار وبالنسبة لنا الحوار ليس اختيارا هو ضرورة ملحة لفضل الإشكالية سيد الوزير حتى نواصل في مدى طمئنا ماذا أعددتم وماذا أعدت الوزارة لامتحانات الوطنية وهي كما قلتم على الأبواب أعددنا كل كبيرة وصغيرة لكل الامتحانات ومن إطار سيشرف أكثر من 150 ألف إطار تربوي سيشرف على هذه الامتحانات وهناك تكوين يومي لرؤساء المراكز والمتدخلين في هذا الشأن ونعد في كل شيء حتى الجانب الذي من مياه ومن ما يتطلبه الامتحان وأكثر من ذلك نحن نعد للعودة المدرسية القادمة حتى تكون ناجحة وحتى لا يبقى التلميذ واحد بدون أستاذ أو بدون قاعة شكرا لك يا سيد الوزير على حلولك ضيفا كريما بيننا في إجراء الوقائيين من ترجمة نانسي قنقر